وقال المعاون الأمني لمحافظة صلاح الدين ربيع فارس أن حضر التجوال المفروض هو صحي وليس أمنية وذلك لضمان سلامة أهلنا بالمحافظة من خطر وباء كورونا مشيدا بتعاون المواطنين والقوات الأمنية بتنفيذ مقررات خلية الأزمة حقيقة حضر التجوال هو حضر صحي وليس أمني وذلك لضمان سلامة المواطنين وأبناء محافظة صلاح الدين وبالتالي هو خدمة لصالح العام حقيقة قمنا بعدة جولات في بعض الأقضية قضاء العلم وقضاء تكريت وجدنا هناك تعاون ملموس من قبل المواطن وأيضا تعاون قوات الأمنية ونحن أيضا نوجه الشكر لهم وأيضا نحفظ المواطنين على الالتزام في فترات فتح حضر التجوال اللي يبدأ من الساعة الخامسة إلى الساعة الثامنة بالتزام بتوجيهات خلية الأزمة أيضا حفاظا على سلامتهم أولا وحفاظا على سلامة الجميع ترجمة نانسي قنقر